بسم الله الرحمن الرحيم نكمل شرح مقرر تقييم وتشخيص صعوبات التعلم ونتكلم اليوم عن الوحدة الثانية تقييم وتشخيص الأطفال ذوي صعوبات التعلم نتناول الدرس الأول بعنوان الكشف عن صعوبات التعلم في مرحلة ما قبل المدرسة طبعاً هنا يعتبر الكشف عن الصعوبات التعلمية من الخطوات الهامة التي يتجب اتخاذها للكشف عن الأطفال ذوي صعوبات التعلم لأن الكشف عنهم يضع صاحب القرار والجهات المختصة في الاتجاه الصحيح من أجل التخطيط للعملية التربوية ككل كما يمكننا الكشف كذلك من التعرف إلى عدد هؤلاء الطلاب وحجم ومستوى نوع الصعوبة التي يعانون منها مما يسهل مهمة التخطيط لمعالجة مشكلاتهم طبعا في صلاة التعلم ثلاثة من قبل المدرسة من المهم جدا أن نتعرف إلى هذه الصعوبات ونقوم بالكشف عنها الآن لو سألنا أنفسنا سؤال لماذا من المهم أن نتعرف عن هذه الصعوبات السؤال لأن هذه الصعوبات قد تعيق التعلم اللاحق ولو سألنا أنفسنا الآن إذن إذا كانت هذه الصعوبات تعيق التعلم اللاحق إذن ما المشكلة في الكشف عنها لماذا لا نكشف عنها إن من أهم المشكلات التي تواجهنا في الكشف عن صعوبات التعلم في هذه المرحلة هو عدم وجود محك أكاديمي ومعروف لدينا جميعا أن المحك الأكاديمي في صعوبات التعلم من أهم المحكات حيث أننا ندرس التباين بين القدرة العقلية وبين التحصيل الأكاديمي إذن هنا لا يوجد محك أكاديمي في مرحلة ما قبل المدرسة إذن هذا يقودنا إلى وسأل آخر ما الحل في هذه المرحلة نحن في هذه المرحلة ننظر إلى عناصر أخرى غير العناصر الأكاديمية وهذه العناصر أحصلها من التعريف لو تناولنا أي تعريف من تعريفات صعوبات التعلم مثل إيش مثلا؟ مثلا نقول أن صورات التعلم هي مجموعة من الاضطرابات غير المتجانسة التي تظهر على شكل صعوبات دالة في الاستماع أو الكلام أو الذاكرة أو التفكير أو القراءة أو الكتابة أو القدرات الرياضية إلى آخر التعريف العناصر الأكاديمية قراءة كتابة قدرات رياضية ما هي العناصر الأخرى الموجودة؟ الاستماع والكلام وهي اللغة الشفاهية الذاكرة التفكير أيضا أنظر إلى عناصر أخرى غير موجودة في التعريف مثل إيش؟ مثل الإدراك مثل الانتباه مثل التحليل البصري وجميع هذه العناصر هي عناصر قابلة للملاحظة في المحصلة نقول أننا هنا في هذه المرحلة ماذا نقيم؟ نقيم نقيم التباين في مجالات النمو المختلفة إذن نقيم عدم الانتظام بدلا من خفاض التحصيل الأكاديمي ترجمة نانسي قنقر